حبائي أنا عاوز ألفة انتباهنا لعدة أمور أول شيء منشوف صورة الوحش تانياً سمة الوحش تالتاً اسم الوحش رابعاً عدد الوحش خامساً عمل الوحش سادساً طبيعة الوحش سابعاً نهاية هذا الوحش صورة الوحش مكتوب أعطي روحاً حتى تتكلم الصورة والذي لا يسجد يقتل حتى يستطيع أن ينزل نار من السماء سمة الوحش اللي كل الناس مهتم فيها هي علامة ظاهرية إما على اليد اليمنى أو الجبين بدونها بلاها ما في حد لا ببيع ولا بيشتري يعني حرمان اقتصادي زي من زمان في بلادنا كانوا بيعطوا بطاقة الخبز أنك تروح على المخبز وتصف دور طويل عشان تشتري بالبطاقة هذه الخبز اسم الوحش ما بعرف يعني إحنا منعرف ماذا الوحش لكن من هو لا نعرف شيء يعني اسمه ما منعرف لكن مكتوب وعلى رؤوسه اسم تجديف ويمكن هاي حكمة إنه ما منعرف اسمه لألا نبتدي نبحث عن أشخاص كما ذكرت من قبل معينة ويكون شغلنا الشاغل إنه نشوف مين اللي بيرتبط برقم ستة ستة عدد الوحش ستة ستة لكن من ناحية أخرى في ناس رح ترفض ورح تقاوم الوحش عمل الوحش هو بكل بساطة أن يلغي عمل المسيح نهائيا كليا طبيعة الوحش بيوصفه كحيوان شرس مفترس أداء شيطانية نهاية الوحش بحيرة النار المتقدة بالكبريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر